الزنجبيل بيئة الكثير من العناصر اللي تعد ممتازة لصحة شعرنا اليوم رح نشاركوا ياكم ماسكات مختلفة مكونها الأساسي الزنجبيل لأنه فوائدها عديدة مثل ما ذكرنا الزنجبيل يعد ممتاز لتطويل الشعر إذا كنتم تعانون من أن شعركم توقف طولة لأحد الماء يعد ممتاز التخلص من قشرة الشعر أيضا ومعالجة الشعر الجاف والزنجبيل همينه ممتاز للتخلص من الشيب إذا تعانون أن الشيب يظهر عدكم بشكل سريع جدا فرح يأخر رهورها ويقللها أيضا أول ماسكة رح نتكلم عنه هو الزنجبيل لتخلص من قشرة الشعر الكثير من عدنا عانون من قشرة الشعر بسبب جفاف فروة الشعر أو التهابات في الفروة مما ينتج عنها القشرة الزنجبيل نستخدمه بطريقة كلش سهلة على مدى نتخلص من قشرة الشعر كل اللي نحتاجه هو ملعقتين كبيرة من الزنجبيل المطحون نخرطها مع ثلاث ملعق صغيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من الليمون ومن ثم نطبقها على فروة شعرنا نتركها لمدة نصف ساعة وبعدين أكيد نغسلها بالشامبو والكونديشنر المناسب لشعرنا نقدر نكرر هذه العملية على حسب الحاجة الزنجبيل مثل ما معروف شهاد يكون مضاد الأكسادة وبنفس الوقت يحفز الدورة الدموية لذلك الماسكة اللي رح تكلم عنه لتطويل الشعر ناخذ الزنجبيل نقشر الزنجبيل لأنه عصره المي اللي عصرنا رح نستخدمه مع زيت جوز الهند وأيضاً كوب من الشاي الأخضر حيكون عندنا هذا الماسك نخليه على فروة الراس ويبتد ليك لمدة 30 دقيقة بعدين نغسل عادي المي بالشامبو والكونديشنر اللي إحنا متعودين عليه رح يحفز الدورة الدموية مما يساعد على تطويل الشعر فعلاً بنات الزنجبيل إلى فوائد جداً عديدة الفائدة رح تكلم عنها والوصفة إذن هي للناس اللي تقاني من الشيب أكيد مع تقدم العمر يظهر الشيب وأحياناً أكيد عامل وراثي ولهذا اليوم الوصفة مالتنا رح تساعدنا بتقليل الشيب وأيضاً تأخير ظهور الشيب مكونات الوصفة جداً سهلة نجيب كمية قليلة من الزنجبيل المبشور ونضيف لأكيد ملعقتين من العسل ملعقتين صغيرة من العسل نخلط المكونات مع بعض وبعدين نطبق الماسك أكيد على فروة شعر نظيفة خصوصاً المكانات اللي بيها شعر أبيض نطبق الماسك تقريباً لمدة 30 دقيقة وبعدين أكيد نشطفه بالشامبو والكونتيشنار المناسبين الشعرنا وأكيد قبل ما نحط الماسك نجربه على منطقة بسيطة على إيدنا حتى نشوف مدى حساسية بشرتنا للماسك لأحد المكونات إذا شفنا ماكو حساسي أكيد نطبق الماسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر